اهلا بكم مشاهدينا ووصلنا لفقرتنا الطبية اللي هنتكلم فيها عن الاورام الليفية الرحمية هي اورام غير سرطانية في الرحم وغالبا بتظهر خلال سنوات الانجاب وبتتراوح احجام الاورام الليفية ما بين حجم البزرة الى كتل ضخمة ممكن تشوه الرحم وهنعرف كل التفاصيل عن الاورام الليفية في الرحم مع ضفنا اللي تايما منورنا استاذ دكتور عبدالعزيز الدرويش رئيس قسم امراض النساء والتوليد بطب الازهر بأسيود واستشاري تأخير الانجاب والحقن المجهاري ومؤسس مركز الكوسر لمساعدة الانجاب وجرحة المناظير والحقن المجهاري اهلا وسهلا بحديك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه يبقى الاورام الليفية دي اللي ممكن تيجي للسيدات يعني الاول عايزين نشرحها عشان انتستاذ تفهمها الورام الليفي ده ورام حميد يعني وهو منتشر بشكل كبير جدا 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 يعني نسبته تتراوح مثلا 50-70% وبعض الناس يعني اللي بيقولوا ان الاورام الليفي ده موجودة في كل السيدات بس هي الاعراض مش هتزر عندهم فالورام الليفي ده ورام حميد بنسبة 99.5% لكن السيدات بينسوا كلمة حميد ويفتكوا كلمة ورام ايه فبيعودوا برضو مسخين فيها على قد ان احنا بنحاول دايما ان احنا نفهمه دي حاجة حميدة نادرا جدا 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 ان هي تبقى تقدي او تقلب الى خبيس نسبتها يعني حوالي 70-80% عندهم لكن حوالي 10-15% من السيدات اللي هما ممكن يشتكوا من الاورام الليفي دهت كلمة ورام بتخوف وممكن تيجي في بالها ان هي ممكن يقلب تيجي في بالها كده وده غلط مع ان هو مش هيقلب خبيس غير بالنسب نادرة جدا يعني هو حميد بنسبة 99 واكتر من نصف كمان فالاحسن انسيه فمتحاولنها كده انسيه وبعض الناس برضو من الثقافة اللي بيأخذوها بيعرفوا ان ده حميد فهتبتدي تعرف ان عندها ورام لي فيه وخلص ما فيش مشكلة انا هقدر كل 6 شهور ابص عليه مرة واشوفه وتابعه لي لكن الاعراض الاساسية اللي هتبقى موجودة عندها اكتر عرض هو اضطرابات الدورة الشهرية يعني الدورة الشهرية مش هتبقى منتظمة لقيمة بشكل ان هي تنزل غزيرة قوي يعني تقعد 3-4-5 تيام 7 تيام لكن كتير قوي كمياتها كبيرة قوي اكتر من المعتاد دي تكون سبب ديها او ان هي مثلا تجي لها مرتين في الشهر فدي برضو مشكلة او ان هي طول الشهر فيه دم نازل ودي بتعملها اضطرابات يعني اضطرابات في الحياة اليومية والحياة الزوجية ونفس الوقت الانيمية نفسها اللي هتنتج عنها والمضاعفات اللي هتبقى موجودة مع هذه السيدة من كمية النزيف اللي بتتعرضي وطلخباتها بقى في الصلة وكده اوه مش عارف تبقاش عارف اتعمل ايه هي تقولي انا مش عارف اصلي ولا صوم ولا عارف حي مش عارف هل ده دم حيض ولا استحاضة وتدخل في دوامة وضيلمة كبيرة ده عارف كبير قوي وهل فعلا بعد بقى فترة المونابوز وانقطاع الدورة الاورام دي خلاص بتبطيق تضمر تضمر لوحدها تضمر تضمر بشكل كبير جدا فيش بقى حاجة بتغذيها لا لا حلق هو الهورمون الاستروجين اللي بيطلع من المي بيض المي بيض بدأ يضمر وبناء علي بدأ ان هو في نفس الوقت الورام ده يضمر بشكل كبير جدا فكأنه بقى بيعالج نفسه خلاص هو تعالج لوحده الاعراض التانية اللي هي ممكن تيجي منها تأخر انجاب يعني الورام اللي في الورام اللي في يعني عشان نبقى واضحين قوي للناس هو عشان نقول ان هو بيعمل تأخر للانجاب لازم يأثر على تجويف الرحم يعني ايه يعني احنا عندنا سيدات كتير قوي ولده وما كناش نعرف ان عندهم أورام لي فيها غير اسناء مثلا من القيصر وفجأنا ان هي عندها ورام لي فيها وخلفت مرة واثنين وثلاثة لكن عشان الورام اللي في ده يأخر لك الحمل لازم ان هو يعمل مثلا انسدات في القنابيب او يبدأ مشكلة ان عندها انسدات في القنابيب نتيجة الورام اللي فيه ويهمنا في الورام اللي فيه مكانه فيه الحجم بتاعه قد ايه والعدد بتاعه كم يعني مكانه فين هل هو داخل تجويف الرحم المكان اللي حيبقى فيه البيبي والجنين نفسه ولا هو في عضلة الرحم او من برى الرحم زي ما قلت حضرتك في المخدمة هو ممكن يكون بزرة صغيرة وممكن يبقى حاجات كده كبيرة جدا مالية لبطن كلها فهو مكان فين بتاعه والمكان بقى والتفاصيل يتهم لو واحدة لسه عايزة تخلف دين اه ده مو لان الصغير ده قبل اللي داخل تجويف الرحم حتى لو مش هتخلف هتعمل له نزيف شديد جدا يبقى قدل حمصية وصغير جدا لكن داخل تجويف الرحم اللي هي بطنط الرحم اللي بينزل منها الدورة الشعرية هينزل كم غزير جدا منها الدورة او انه هو في عضلة الرحم نفسه بس مؤثر على تجويل فرحم ده مهم قوي ان احنا ده يتعالج ومهم قوي ان الدكتور نفسه يعني يقدر يقول قبل ما يقول ان الورم اللي في ده هو سبب تأخر الانجاب لازم يستبعد جميع الاسباب الاخرى يعني يا مسيدات حضرتك عملوا شالوا اللي في الفرحم وعملوا هذه العملية الاورام اللي فيها عشان يخلفهم لكن ما كانش السبب الرئيسي ليهم هو الورم اللي فيه فعملوا العملية وما حصلش برضو حمل وفي نفس الوقت برضو دي عملية جرحي ان انا استقص الورم اللي فيه فبينتج عنه التساقات وبدل ما كان عندها مشكلة بسيطة بدأيب عندها التساقات حوالين الانبيب والمبايد والرحم فبدأي لازم في الاول استبعد جميع الاسباب اللي عملت تأخر انجاب قبل ما اقول ان الورم اللي فيه هو ده اللي عامل تأخر انجاب عند هذه الساقات لكن عموما يعني في الاورام اللي فيه حضرتك ما تنصحش بان هو يتشرب عملية هو يتشرب اذا كان يستدعي ده فعلا متأكدين ان ده مستدع مثلا ده دلوقتي مكانه داخل تجويف الرحم وعامل نزيف لا ده يتشرب اه يعني لو عامل نزيف مستمر سادق الانبيب اشيله محصر على تجويف الرحم المكان اللي حيبقى فيه الجنين لا ده لازم يبقى ما فيش حاجة تأثر على الجنين نفسه داخل تجويف الرحم وممكن تكون الاعراض بقى يعني ألام بس الألم ده في الحوض والألم ممكن يكون ألم بسيطة ومحتملة ونيدر ان هو يعمل ألم لكن ممكن يضغط لو ورم بيجبر الورم اللي فيه ممكن يملأ البط او يضغط على المسانة البولية عند السيدة ده او يضغط على المستقيم فتبتد ان هي بتدخل التوالد كتير والحمام كتير فعمل دها كمية ده مشكلة فده برضو بيبقى سبب ان الورم اللي في ده يتعال بالنسبة ايه بقى العلاج ايه طرق العلاج العلاج بتاعه هو حسب شكوتها لو هي مثلا مش عامل غير دم قليل او يمكن بتاخد علاج لي ونبتد ان احنا نحطه تحت الملاحظة ونتابعه كل 6 شهور نشوفها مرة بنحب نعمل مثلا صنار أشعة تلفزيونية عشان نشوف المكان والحجم والعدد اللي موجود فيه وممكن ان احنا نشيل الورم اللي في ده بفتح جراحي زي القيصرية او بالمنزر ونقطة مهمة قوي برضو يعني اللي مش هشتغل منازير كويس بلاش يعمل بالمنزر ويعمل الفتح زي القيصري ويعمل هيموستيزيس كويس بحيث ما يبقاش فيه نزيف داخلي عشان ما ينتجش عنه التساقات عشان ما يأزهاش بقى بعد كده ما يأزهاش فاذا كنت انت محترف وعندك المهارة في الجراحات المنازير اشتغل بالمنازير ما عندناش هذه المهارة موجودة يبقى الجراحات العادية افتح وابتدي ان انت اكوي ونشف وما يبقاش فيه نزيف داخلي لو كان سيدة فوق الاربعين او خمسة واربعين او تمانية واربعين وعندها نزيف وعندها الوف الرحم دي نعملها استقصال الرحم ونخلي الأنابيب بتاعتنا نخلي لها المبايت يعني نشيل الرحم بالأنابيب بتاعتها لكن بنحافظ على المبيض اللي يطلع لها الهرمونات عشان ما تدخلش فيه مثلا الاعراض بتاع سن انقطاع الدورة الشهرية والآلام والحاجات اللي تبقى موجودة عندها اللي بيسموها سن اليأسى او ان هو سن ما بعد انقطاع الطمس تمام احنا عايزين كلمة اخيرة بقى من حضرتك في موضوع الاورام اللي فيه قبل ما نختم الحلقة الاورام اللي فيه دي ورام حميد يعني بنسبة 99% الناس اللي مثلا عندها لازم تستشير الدكتور بتاعها وترجع له وتقدر نية تقيمه وتقدر تتابع لي اذا كان هذه السيدة عندها تأخر في الانجاب لازم ان هي تتأكد ان الورام اللي في ده هو سبب تأخر الانجاب السيدة اللي عندها نزيف قبل ما تعمل عملية لازم تتأكد ان الورام اللي فيه هو اللي عام للنزيف مش حاجة تانية مثلا مش عندها كيس وظيفة او اضطرابات في الهرمونات موجودة عندها ده تقدر ان هي ورام حميد واتتابعه بشكر حدد جدا في نهاية الحلقة دكتور شكرا جزيلا أستاذ الدعائي بشكر كل مشاهدينا واستلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا